السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي تلاميذ الأعزاء في هذه الحسة الجديدة التي سنخصصها للنص الوظيفي الثالث من الوحدة الأولى فن الخزفي والفخر إذن دائما مع كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي ألاحظ وأتوقع لاحظوا المشهد ماذا يمثلوا المشهد وأعبر عن ما يقوموا به الصانع إذن الصورة كما ترون تمثل صانعا تقليديا يقوم بصنع أدوات وأوان فخارية يعني يصنع أواني من الطين فتسمى بالأواني الفخارية أو الأواني الخزفية إذن الصورة السورة تمثل صانعا تقليديا يقوم بصنع أواني خزفية فخارية أكمل العنوان بكلمة مناسبة إذن هنا عنا فن الخزف والفخار المغربي أكمل بكلمة المغربي قدروا أن تسأل فن الخزف والفخار التقليدي فن الخزف والفخار الأصيل إلى آخره وأتوقع مضمون النص إذن من خلال العنوان فن الخزف والفخار المغربي أتوقع أن يتحدث النص عن كيفية صنع أدوات وأواني فخارية إذن ستحققوا من هذا الشيء بعد قراءة النص إذن سأترك لكم قراءة النص يعني اقرأوا قراءات متكررة ومتأنية لفهمه جيدا وأمر معكم مباشرة للإجابة عن الأسئلة أصلوا بخط بين المشهد واسم المصنوعات إذن هنا لدينا المصنوعات الجلدية المصنوعات الخزفية المصنوعات النسيجية إذن كل صورة سنربطها بالصورة ديها إذن المصنوعات الجلدية هي هذه إذن تلاحظوا هنا هذه المصنوعات المنتجات الجلدية حقائب أحدية إلى غير ذلك المصنوعات الخزفية هي هذه مصنوعة من الطين أو من الخزف أواني فخارية والمصنوعات النسيجية يعني الملابس الجلابيب إلى آخره الزرابي فكلها مصنوعات نسيجية بالمصنوعات الجلدية أيضا كل ما يتعلق بركوب الخير إذن هذو قاستعملهم في ركوب الخير كلها مصنوعات تقليدية جلدية يحددوا معاني الكلمات المقترحة من سياقها إذن يجوب جاءت في النص بمعنى يتجول أو يزور جلاء يظهر بجلاء يظهر بوضوح قبلة وجهة وجهة إمتاح بمعنى إعجاب أكملوا شبكة مفردات كلمة تقليدية تقليدية قدرون ترع لها حرفة صناعة تقليدية طربوش فهو صنع تقليدي من المصنوعات التقليدية مجوهرات جلباب زربية أواني أو أواني خزفية تقدرون نديروا هنا أواني خزفية نزيدوا أواني خزفية فهي تقليدية أواني أو مصنوعات جلدية إلى غير ذلك نمر لأفهم أضع علامة أمام كل اختيار صحيح يتحدث النص عن الصناعات الفخارية والخزفية أذكر من النص ما يدل على نجاح فن الخزف والفخار بمدينة آسفي إذن ما يدل على نجاح فن الخزف والفخار بآسفي هو جودة الطين ووفرته بها وبساطة أدواته وجمال ألوانه وشغف أهل آسفي بالمصنوعات الخزفية أبين المكان الذي تتجمع فيه ورشات ومعامل الخزف والفخار وأذكر سبب اختيار هذا المكان إذن المكان الذي تتجمع فيه هذه الورشات هو يسمى بتل الفخارين إذن المكان الذي تتجمع فيه ورشات ومعامل الخزف والفخار هو تل الفخارين وسبب اختيار هذا المكان علش كيختاروا الصناع هذا المكان بالضبط هذا لأنه دائم يعني يتعرض دائما لأشعة الشمس وهما بحاجة لأشعة الشمس لتجفي في مصنوعاتهم لأن مصنوعات الطينية خصاء الشمس باش تنشف إذن المكان الذي تتجمع فيه ورشات ومعامل خزف والفخار هو تلو الفخارين وسبب اختيار هذا المكان هو تعرضه الدائم لأشعة الشمس مما يساعد الصناع على تجفيف مصنوعاتهم أحلل التعاون مع صديقي أو صديقتي لاستخراج عوامل تطور صناعة الخزف والفخار في أسفي إذن من خلال النص فإن عوامل تطور صناعة الخزف والفخار في أسفي هي التنافس الشديد بين الحرفيين ورغبتهم في إتقان الأعمال والتفنن في زخرفتها إذن أسباب تطور صناعة الخزف هو المنافسة الشديدة بين الحرفيين سؤال موالي أتعاون مع مجموعتي لنحدد الفكرة الأساسية لفقرة من فقرات النص إذن أختار فقرة من فقرات النص وتعطيها الفكرة الأساسية أنا أدرك لكم هنا جوج فقرات الفقرة الأولى والفقرة الخامسة إذن فقرة الأولى الفكرة الأساسية ديالها هي اشتهار المغرب بفن الخزف والفخار فقرة الخامسة شهرة الخزف العالمية ودورها في استقطاب السياح أحدد في النص ما يبين أن صناعة الخزف فن إذن في النص مجموعة دي الجمل تدل على أن صناعة الخزف فن من بينها التفنن في زخرفتها تحكي عنه إبداعات أنامل الصانع التقليدي المغربي فإن مصنوعاته الفنية التي حققت شهرة عالمية إذن هذه مجموعة ديال العبارات أو جمل لكتل على أن الفخار أو صناعة خزف فهو فن إذن أركب وأقوم أستعين بالأفكار الأساسية لتلخيص النص إذن هذه النص النص في جمل يتحدث النص عن اشتهار مدينة آسفي بفن الخزف والفخار وعن صموده رغم بساطة أدواته مبرزا عوامل تطور هذا الفن المغربي الأصيل أقترح عنوان آخر للنص إذن العنوان اللي أعطينا هما فن الخزف والفخار نحن قد نديره مثلاً الخزف الخزف فن وإبداع الخزف فن وإبداع ونجزوا في المنزل بحثاً عن صناعة تقليدية في مطاقتي باستثمار الجدول إذن سوف تديروا اسم الصناعة التي تشتهر بها المدينة وسوف تديروا اسم الصناعة أثناء بعض المنتجات والأسماء لبعض المواد والأدوات التي نستعملها في هدفة الصناعة مثلاً نديرت لكم الفخار أسماء بعض المنتجات التي نصنعها من الفخار هناك الطاجين كؤوس فخارية خابية التي نوضع فيها الماء سحون فخارية أو طنجرة أسماء بعض المواد والأدوات لدينا الطين كنستعملوا الطين كنستعملوا العجلة هذيك اللي كتبقى كتدور كنصيبوا عليها الأدوات كتتخذ لنا الشكل هذه الأدوات أو الآنية اللي بغي نصيبه إذن العجلة الضوارة إذن هذه مع هذه العجلة الضوارة الضلوح سكاكين التقليب إذن هذه مجموعة الأدوات كنستعملها في هدف الصناعة هذه وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحسة شكراً لكم وإلى اللقاء